وحديث القاهرة الليلة والليلة السابقة لا حديث في القاهرة ربما يعلق عن على الحديث عن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة في قضية التي أطلق عليها إعلاميا داعش مبابا وطبعا يعني ما جرى على مدار الساعة وأكثر قليلا من شهادة حسين يعقوب أمام المستشار الجليل محمد الشربيني يعني حدث مهم للغاية ووقفة تاريخية شديدة ومهمة ومفصلية ولعل يعني ملايين المصريين تابعوا وأدركوا حجم المأساة وجرم ما ارتكبته السلفية ممثلة في أحد ممثليها ورموزها وهو محمد حسين يعقوب الرجل الذي يعني يمكن أن نقول بأمانة شديدة أنه كان أكثر الشخصيات إخلاصا في تقديم عار السلفين في مصر وفي العالم العربي عموما هذا العار الذي يمثله هذا الشيخ كان عارا واضحا كاملا لا فصلة فيه المؤكد أنه ما قدمه حسين يعقوب هو شهادة زور هذا الرجل كذبة يعني الناس كانت محتارة طول الوقت بما فيه مؤيدوه يعني هل هذا الرجل جبان أم كذاب والحقيقة أنه يبدو أنه يعني يحتمل من الاثنين ومن الأمرين معا ويحمل منهما وكليهما يعني إنه من الكذب والجبن من الكذب والجبن لكن هنا الكذب أوساط المحكمة الشهادة لله والشهادة للقانون والعدالة وهذه شهادة عظمة كبيرة مهمة فكون الرجل يجذب يعني يجذب كذبا بينا صريحا سفيقا فاجرا دا لا يعني إلا أنه فعلا لعل سات المستشار القاضي الجليل محمد الشيربيني يوجه إلى هذا الرجل إلى محمد حسين يعقوب تهمة الشهادة الزور الإدلاء بالشهادة الزور أو أن النيابة العامة التي أحالت هذه القضية إلى المحكمة تلجأ إلى اتهام هذا الشيخ محمد حسين يعقوب بالشهادة الزور لأنه شاهد زور ولأنه كذب أمام هيئة المحكمة ومن ثم أمام ملايين المصريين ولكن لا يعنينا ملايين المصري فقد كذب عليهم كثيرا جدا كذب كما يتنفس هو وغيره من رموز وأسماء وشيوخ السلفيين لكن ما يعنينا كذبه البين الصريح الواضح السفيق أمام جلال المحكمة وجلالة العدالة مشهد مروع رجل يجذب ولا يستطيع أحد أن ينكر للحظة أنه يجذب طبعا بعض مريديه أكيد بيتكلموا الذين يعني عاشوا غفلة ومصرين عليها هم وكل جمهور السلفيين يعني ولاحد يشفق على هذا الجمهور كثيرا أنه في معظمه جمهور طيب يعني وفاكر أن ده باب للتدين وباب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنه ده مسلك من مسالك الصالحين إلى الجنة يعني أنه يسلك مسالك هؤلاء القوم ويتبع يعني أمرهم وفكرهم وفتاويهم كما فعل المتهم نفسه يعني أصل المحكمة دي إيه؟ المحكمة دي تجري لمتهمين في قضية عنوانها إعلاميا بعش مبابا معنى مجموعة من شماب الإسلاميين الإرهابيين في مبابا خططوا لحوادث وجرائم إرهابية واستطاع الأمن المصري القبض عليهم وتقدمهم للمحكم أثناء التحقيقات التي قدمت ورفعت بعد ذلك في ملف القضية لسيد المستشار محمد الشربيني كان هناك اعتراف من أحد المتهمين بأنه تلقى هذا الفكر وتأثر بالمشايخ التالية أسمائهم يعقوب وحسان والحويني والعدوي وقال وغيرهم لأنه في غيرهم طبعا وهذا هو الصادق الوحيد في المشهد السلفي ده هو هذا المتهم كان صادقا وصريحا وقال أنه الأفكار دي أفكار خدها اعتنقها آمن بها صار عليها تأثر بها من الشيخ فلان 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 ومنهم هذا الرجل اللي اسمه يعقوب فهو لكم ده السلف الصادق الوحيد في مشهد المحكمة وأنا مشفق عليه برضو على غيره من المتهمين الإرهابيين دولة وهم عادي يتفرجوا على الشيخ جداب يتنصل منهم ومناسبة ليست المرة الأولى في التنصل والإخوان اللي بيشنوا حملة على يعقوب قال يعني مش معاهم وقال يعني مش منهم وقال يعني مش فريقهم وقال يعني رجل تخلى عنهم كل هذا الكذب الأشر مهم كلهم في حفلة كذب يعني حفلة كذب كبيرة جدا احنا عايشين في حفلة الكذب دي بقلنا 40 سنة على فكرة حفلة الكذب التدين المخشوج ده الإخوان اللي بيهجموا يعقوب قال يعني مش منهم بقل هو اقتدى بكم واقتدى برجولكم ومرشدكم الأول حسن البن مش الولاد برضو اللي قتلوا الخزندار المستشار الخزندار ومن هنا برضو بين قصين أتمنى أن تكون يعني هناك حماية وحراسة لمستشارنا الجليل محمد الشربيني لأن طول الوقت ما جرى لقضاة مصر وعلى رأسهم وفي مقدمتهم من مستشار أحمد الخزندار يعني ماثل أمام الضمائر والعيون والقلوب نقفل القص لما اختال اتنين من الاخوان من شباب الاخوان المستشار الغزندار خرج حسن البنم متنصلا وقال لك أنا معرفهمش وكانت هذه الكذبة الأولى فلما اكتشفوا أن واحد من الاتنين هو سكرتيرو الخاص رجع طلع بيان بقى وقال إيه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين يعني وتنصل منهم كذبا هي جماعة عقدتها الكذب إذا كان هما بيجذبوا على ربنا سبحانه وتعالى وبيجذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين يجذبوا عليك وعلى المحكمة وهم أساسا في حالة من حالات إيمان شديد لدى السلفيين بالمناسبة إنه القضاء ده قضاء باطل لإنه القضاء ده لا يقيم الشراء الإسلامية وإنه المجتمع نفسه مجتمع جاهلي وإنه الكذب أمام القضاء ده ليس أمرا يعني يدفع بصاحبه إلى الذنب أو للجرم أو للحساب أو للحد خالص خالص مش فاكريين محمد مرسي لما كان يقول الفتح تيه وتفعل فتح معك وبعدما كان يتخلى عن وعود يعني إحنا أصاد المشهد ده بوضوح عابل المرشد الأول حسن البنة في قضية الخزندار عندما تنصل من أعضاء الجماعة من قتلت الخزندار وعمالها بعد كده المرشد الثاني حسن الهضيبي في خمسة وستين ستة وستين لما طلع البيان الشهير اللي هو دعاه لقضاه ويتنصل من تنظيم خمسة وستين بتاع سيد قضب اللي هو أساسا رعاه ويأيده ودفعه ودعمه يعني فكون إن الحويني هم بقى الإخوة السلفيين يقول لك أصدر عمل المعاريض المعاريض اللي هو أنت ما تقولش الحقيقة بس ما تكذبش أنت متصورين أنت على درجة من الجهل البين لدرجة أن أنت متصورين أن شخكم ده عمل من المعاريض مندوحة الكذب مبارح معاريض إيه راجل كذب هل تعرف لا أعرف هو كذب هو يعرف عشان كده برضو أنا مندهش من إنه إحنا مع كل أصداء الشهادة وكل يعني سخب ما بعد هذه الشهادة وإزاعتها ما فيش تهمة للرجل بشهادة الزور الرجل شهد زورا يعني موضوع يعني ليس محل للشك